إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد أما بعد الله جل جلاله خلق الإنسان من تراب ثم جعل هذا التراب طينا فصور الله جل جلاله آدم عليه السلام شكله جعله تمثال في أول الخلق لما خلق الله عز وجل آدم ثم تركه ما شاء الله أن يتركه فكان صلصالا من حماء مسنون يقول ربنا جل جلاله وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَأٍ مَسْنُونَ تراب ثم طين ثم تغير هذا الطين وأصبح يابسا فكان صلصالا فهو من حماء مسنون أي طين متغير وتركه ما شاء الله أن يتركه وهو على هذا الحال صلصال كالفخار خلق الإنسان من صلصال كالفخار ينظر إليه ما هو لأن إلى الآن ما نفخ فيه الروح تمثال من صلصال كالفخار موجود فجعل إبليس يطيف به ينظر إليه ما هو فلما رآه أجوف عرف أنه خلقا لا يتمالك انتهى الحديث حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله خلق آدم من تراب ثم جعله طينا ثم تركه حتى إذا كان حماء مسنونا خلقه الله وصوره ثم تركه حتى إذا كان صلصالا كالفخار قال فكان إبليس يمر به فيقول لقد خلقت لأمر عظيم هذه الرواية خارج الصحيح خارج الصحيحين يعني لكنها رواية حسنها بعض العلماء والله لئن صلت عليك لأهلكنك هذا من قبل خلق آدم عليه السلام ونفخه الروح وهو ضامر لهذا العداء طيب ما المغزى أنه لما رأى آدم أجوف قال ظفرت به خلق لا يتمالك يعني وما المشكلة أنه أجوف عليه السلام وما المشكلة أن كل بني آدم خلقوا على هيئة أجوف ما هو الأجوف أول شيء؟ الأجوف الذي يحتاج إلى الامتلاء الآن أنت كمحسوس نراك أنت أجوف تحتاج إلى امتلاء فيك معدة إذا لا تأكل ولا تشرب لمدة معينة تصرخ هذه المعدة تريد الطعام والشرب فأنت بعالم الشهادة بعالم الشهادة عرفت أن الطعام والشراب هو ما يغذي هذه المعدة فترتاح إذا أكلت هذا في عالم الشهادة في عالم الغيب أنت أجوف في الحالتين في جسدك وفي روحك روحك أيضا جوفاء طيب الروح يجب أن تمتلئ بشيء في عالم الشهادة المحسوسات نحن عرفنا بالفطرة وبما أنعم الله عز وجل علينا من الحواس أن الطعام والشراب هو ما يغذي هذه المعدة فتعيش أنت حالة طبيعية تأكل وتشرف وتنام في عالم الغيب ما الذي يغذي هذه الروح لذلك إبليس لما رآك أجوف قال ظفرت بك فرح أنك أجوف لأنه يريد أن يمتلئ أجوفك الحس والمعنوي بما يسخط الله عز وجل طيب في عالم المحسوسات اليوم لو أنك أكلت طعاما فاسد مباشرة من رحمة الله عز وجل على العبد على الإنسان أن الجسم يعطي له انذارات تصيبه الحمى بطنه يؤلمه يصيبه مغص لأن الطعام فاسد فيأخذ ما يتشافى ما يتعافى به من خلال الأدوية طيب هل ممكن أن الإنسان يأكل طعاما صالحا لكنه مضر نعم ممكن ممكن أن يأكل لحم خنزير ممكن يأكل لحم موقوذة متردية مخنوقة هو طعام فيما يظهر أنه صالح لكنه في الأمد البعيد وزر وألم في جسدك طيب لو شريب الخمر ممكن أنه يرتوي بشربه إلى الخمر لكنه طعام فاسد فاسد لا يشترط أن يكون معف ولكن لا يصلح أن يستخدمه البشر لأنه لا يرضي ربهم فهو فرح وظفر الشيطان لما رأاك أجوفا بكل المعنيين في الحسي والمعنمي إبليس حريص منذ الأزل ويضمر لك الحسد والعداوة والكبر من قبل خلق آدم وقبل أن ينفخ فيه الروح يطيف به ينظر إليه يضمر هذا الحسد وهذه تعطيك إشارة على أن أهل الكفر يدرسون حال المسلمين حتى يتمكنوا منهم يضمرون لكم العداء دراسات عليكم يريدون أن يبعدوكم عن غذاء الروح الحقيقي وهو القرآن والذكر والسنة والصلاة ما ترتوي به روحك حتى تعيش متوازنا معتدلا سليماً هذا الغذاء الحقيقي لروحك كما تتغذى أنت من الطعام والشراب والأسماك واللحوم وأطايب وتنوع المشارب والمطاعم كذلك تحتاج أن تغذي هذه الروح بالذكر والسنة والصلاة والصيام لأنك إذا لا تغتذي بغذاء الروح سوف تصرخ روحك ألماً تريد الغذاء الحقيقي لها أنت تطعمها صح طعام لكن الطعام فاسد تشاهد في كل يوم وليلة ما شاء الله أن تشاهد من المناظر المحرمة سواء من المسلسلات والأفلام وما شابه ذلك أنت تغذي الروح صحيح لكنها غذاء فاسد جداً لا تمتلأ هذه الروح شيئاً طيب تسمع إلى الغناء والمعازف المحرمة وسبحان الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل شعار المسلم التغني بالقرآن قال ليس منا من لم يتغن بالقرآن بل إنه لما نزل القرآن كثير من الصحابة تركوا الشعر كانوا شعراء تركوا الشعر خلاص ما نبي نكون شعراء نكتفي بالقرآن أصبحوا يقطعون أسفارهم بتلاوة القرآن لما كان هذا القرآن استغناء لهم عن بقية الأشياء من شدة ما كان هذا القرآن غذاء لأرواحهم لا يريدون أي شيء يزاحمهم حتى ولو كان شعرا فما بالك بالمعازف والغناء المحرم المشكلة أن الغناء يصب بنفس المكان الذي يصب فيه القرآن الوحي لذلك من علا التحريم المعازف والغناء هو أنه يصب في القالب نفسه الذي يصب فيه القرآن فأنت تزاحم القرآن بشيء فاسد لذلك تجده لو سمع القرآن ما يتلذذ لأن الروح امتلأت طرابا بشيء فاسد ولو جعل القرآن هو امتلاءه لجعل التذاذه بكتاب الله عز وجل وسعادته وانشراحه الشيء العجيب أنا تكلمت الآن فقط عن المعازف والغناء المحرم يوجد أشياء كثيرة نحن نملأ أرواحنا بها عوضا عن الطعام الحقيقي والغذاء الحقيقي لأرواحنا طيب أشار الله جل جلاله إلى هذا المعنى في كتابه الكريم الله عز وجل سمى الوحي الذي هو القرآن سماه روحا قال وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا من أمرنا لم يسميه حرفاً فكأنك أنت إذا تركت هذا القرآن والوحي والسنة والصلاة وسائر العبادات أنت منعت روحك من روحها التي تعيش بها ثم تشتكي الألم تجد سبحان الله كثير من الناس يسافر إلى أجمل الأماكن ويستمتع بألذ المتع وبتنوع المطاعم والمشارب يذهب وقد أنعم الله عز وجل عليه بالمال الوفير والخدم والبيوت والخيرات الكثيرة جداً ثم تجده لا يشبع يقول فيه شيء أحس أنه ناقص أكيد أنا إلى الآن ما وصلت إلى شغفي تجد هذا الهاجس يدور به يلعب لعبة معينة لمدة ثم ينتقل بها إلى رياضة ثم ينتقل بها إلى سفرة أخرى ثم إلى مطعم آخر ولا تجده يمتلئ ولن يمتلئ لأن الروح عطشة الروح جوعة مهما استلذيت من هذه المتعلم موجودة في الحياة الدنيا لن تمتلئ روحك إلا بالإقبال على الله عز وجل باختصار جداً ابن القيم رحمة الله عليه يذكر هذا المعنى بعبارة بديعة لا إله إلا الله وكأنها من مشكات النبوة وهي من مشكات النبوة رحم الله ابن القيم يقول ففي القلب شعث يعني الشعث هو التخبط وعدم الترتيب والاضطراب ففي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في الخلوة وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق الالتجاء إليه وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر إلى ذلك وفيه طلب شديد لا يقف دون أن يكون هو وحده المطلوب جل جلاله وفيه فاقة فقر وحاجة شديدة احتياج يوجد في هذه الروح وفي هذا القلب لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له ولو أعطي الدنيا بما فيها فلن تسد تلك الفاقة أبدا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام وعلى أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد الشيطان والمشركون من القديم عرفوا أن مصدر القوة هو القرآن والسنة فقالوا مقولتهم القديمة وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغليبون مصدر القوة هذا القرآن الذي عندهم لذلك الله جل جلاله في سورة البروج حينما ذكر قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود لما ذكر حال الذين قتلوا وأحرقوا الله عز وجل هنا قال ليس هذا السبيل لنصرتكم أيها المشركون بيّن الله عز وجل أن ليس السبيل أن تقتلوا أهل الإيمان ولا تحرقهم ولكن السبيل بمنعهم عن الوحي ولكنه قرآن مجيد في لوحي محفوظ قتلتم ولحرقتم القوة هو في الوحي منع الوحي إن استطعتم لكنه قرآن مجيد في لوح محفوظ أنا أحفظ هذا الدين لذلك من معاني قوله جل جلاله في سورة الحج من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ هذه الآية يذهب بعض المفسرين على أن معناها أن الله عز وجل يقول للمشركين طبعا لها أكثر من تفسير لكن بعض المفسرين يذهب على أن الله جل جلاله يقول للمشركين من كان يريد النصرة على أهل الإيمان والتوحيد فليقطع السبب الذي هو قوتهم وعزهم الوحي فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع هذا الوحي الذي هو سبب العز والنصرة لذلك متى ما تمسكت أنت بالوحي ارتفعت وعزك الله ومتى ما ابتعدت عن غذائك الحقيقي صرخت روحك ألما على شكل اكتئاب وقلق واضطراب وعدم سكينة أبدا الله جل جلاله أشار إلى هذا المعنى بمعنى صريح قال إن الإنسان في سورة المعالج إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا جميل ما هو الإنسان الهلوع عجيب عجيب سبحان الله الناقة الهلوع القرآن عربي ونحن نتكلم بالفصحة فترجع أنت إلى المعنى الفصيح لهذه المعنى ما معنى الهلوع الناقة الهلوع التي منع منها الطعام فهي تجري بلا هدف حالة مطبيعية منع منها الطعام نفس الفكرة التي ذكرناها في أول شيء أجوف تحتاج إلى طعام الآن الله جل جلاله يقول إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا عجيب سبحان الله هذا الإنسان يخاف من الشر بشكل مطبيعي ويظن أنه لن يذهب هذا الشر وإذا أتاه الخير يمسك هذا الخير مضطرب غير متزن إلا صنف واحد مستثنى من هذا الأمر من هم؟ إلا المصلين طيب هلوعا أنت تذهب الناوج حسي مفروض أنه يأكل حتى يكون متزن لا مفروض يتغذى بغذاء الروح الحقيقة حتى يهدى يكون متزن إلا المصلين هم هؤلاء مختلفين عن البقية هذا متزن جدا لأنه مغذي لروحه بغذاء جميل جدا فهو مرتاح سبحان الله طيب سبحان الله من أعجب الأشياء أن الملحدين وكبار الملحدين يعترفون بهذا المعنى يعني الآن لحد يأتيني ويقول أنت تقول عن أهل الإيمان وأهل الصلاح وأهل التوحيد فطبيعي جدا أنهم فيهم هذا الحب لله جل جل والنبي صلى الله عليه وسلم فيقولون هذا الكلام اسمع كلام الملحدين هذا أكبر الملحدين باسكال اسمه يقول لا يوجد شيء في هذه الدنيا يطفئ حنين الإنسان وأن يرسم هدفا نهائيا إلى طلباته هو حين يعترف أنه يوجد به جوف يريد الامتلاء يقول لا يوجد أي شيء في هذه الدنيا يملأ طلبات الإنسان مستحيل أن يمتلأ وأن يملأ هذه البئر يقول بهذه العبارة وأن يملأ هذه البئر التي لا قعر لها هذا الملحد يقول يقول في شيء ها في لحظات الصدق يعترفون أن يوجد شيء في الإنسان بئر لا قعر لها مراضية تمتلي حاولنا سوينا الأولي والتالي سوينا الأكهو والماكهو سوينا كل شيء نريد أن تمتلأ هذه الروح فلا تمتلأ لذلك سبحان الله تجد الإنسان المبتعد عن الله جل جلاله ونسأل الله عز وجل يعافينا وإياكم قد يسلم أو قد يهتدي بسبب آية يسمع هذه الآية من قارئ إن يتلو كتاب الله أو تمر عليه وهذه حدثت كثيرا جدا فيتلمس مواضع الحاجة فيه يجد أن شيئا امتلأ فجأة هو يمشي فسمع آية من كتاب الله عز وجل يقول يا الله نعم أريد الاستيزادة من هذا الشيء أتى نور الوحي إلى قلبي وروحه أحس بالامتلاء أشعر بالسعادة هذا ما كان ينقصني بالضبط هذا ما كان ينقصني يريد الاستيزادة من هذا الأمر فلما سمع الوحي تجده يرجع إلى الله جل جلال وهذه من توفيق الله لبعض عباده نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ما فاتحة للخير مغالقة للشر أختم خطبتي هذه بقصة عجيبة جدا وبها يتبين المعنى الذي أريد إيصاله ما الذي يجعل الإنسان في قمة الرغد من العيش والترف والنعيم يضحي بحياته كلها وبماله فجأة ما الذي يجعل الإنسان بهذه الصورة لابد أنه وجد شيئا مستحيل مستحيل هكذا يخرج الإنسان من رغد عيشه ومن الترف الذي يعيش به إلى الموت وإلى شيء مجهول لا يعلم ما هو إلا أنه وجد شيئا طبعا هو مجهول بالنسبة للعام هو معلوم عند الله جل جلا هو من النعيم الذي سوف يعيشه هو مصع بن عمير رضي الله عنه وارضاه صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسمى فتى قريش المدلل يعيش بترف من العيش منع عم مترف شاب بعنفوان شبابه ما الذي يجعله يترك هذه القصور وهذه المزارع ويخالف قريش ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بثوبه يا رسول الله أبايعك على السمع والطاعة على المنشط والمكره على الجهاد في سبيل الله ما الذي يجعل هذا الفتى المدلل يفعل هذا الأمر والله وتالله ويم الله أنه وجد شيئا وجد الامتلاء الحقيقي لروحه نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن ربع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا إنه ولي ذلك والقادر عليه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيظكم لعلكم تذكرون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عفيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم عزنا بالقرآن اللهم عزنا بالقرآن اللهم عزنا بالقرآن والتمسك بسنة سيد الأنام وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين موسيقى موسيقى